كنتك السفيرة رايسي آن جاكبسون مسموم لماذا الانتخابات الرئاسية الإيرانية تهمنا الحرب على حزب الله لو وقعت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله تعالى أيامكم بعيد الغدير الأغر عيد الله الأكبر وجعلنا الله من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام كنتك السفيرة رايسي آن جاكبسون مسموم قال أحد الخبراء أو سأل أحد الخبراء مسؤولا أمريكيا هكذا نقل الدولة الوحيدة التي لا يحدث فيها انقلاب هي أمريكا لماذا قيل أنه أجاب لأنه لا يوجد في هذه الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية لا توجد سفارة لأمريكا وفي هذا الواقع يمكننا أن نتذكر جيدا حادث اختحام الطلبة السائرين على نهج الإمام الخميني قدس سره لمقر السفارة الأمريكية في طهران في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين والذي سمي بوكر الجاسوسية الأمريكية عش الجاسوسية لاني جاسوسي بالفارسي وبغض النظر عن تقييمنا لمثل تلك الخطوة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية لأن هذا الحادث وقع في ظروف معينة ثورة إسلامية انتصرت على نظام الشاه الولايات المتحدة الأمريكية قامت بأعمال شنيعة ضد الشعب الإيراني تدخلات كبيرة وحتى عندما نهض الشعب الإيراني وانتفض ضد الشاه قامت الولايات المتحدة الأمريكية في وقتها بإيواء الشاخ المخلوع وتحدت إرادة الشعب الإيراني أقوله في تلك الفترة تحديدا يعني بعد هذه السنوات الطويلة من تقييم الإيرانيين على الأقل لحادث اقتحام السفارة الأمريكية خلصوا بنتيجة لو أن السفارة الأمريكية كانت موجودة وبقيت موجودة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران لتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من قيادة انقلاب عسكري دموي يعني ضربة مرتدة على الثورة الإسلامية في إيران ولا أسقطت الثورة الإسلامية في وحل الحرب الأهلية في تلك الظروف لكن الإيرانيون الشعب وعوا الخطر الذي تشكله السفارة الأمريكية في بلادهم فاقتحموا وقت السفارة وحصلوا على وثائق كثيرة عن المؤامرات القديمة والحالية في تلك الفترة واللاحقة فأجغضوا كل المؤامرات وعرفوا الأسماء المهم بالأسماء عموما أقول هذا وأنا أراجع ردود الأفعال الباهتة في داخل العراق تحديدا من ما قالته السفيرة الأمريكية المقترحة تريسي جاكوبسون أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع مستخدمة الإسم العملي الأمريكي للعملية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بما يسمى بالحرب على داعش وقالت سأضمن أن أي انتقال من عملية العزم الصلب إلى ترتيب أمني ثنائي موجه نحو هزيمة داعش وأمن العراق وأصرت على أن القوات الأمريكية باقية في العراق أتحدث عن ردود الأفعال العراقية ونحن نتحدث خارج الحدود فليأذن لكل من سأنتقده هنا أو على الأقل سأنقل موقفه الباهت والضعيف فيما يتعلق برد الفعل على هذه التصريحات الوقحة والتي تشكل من وجهة نظر سياسية إعلان حرب أنا لا أريد أن أخوف في كل ما قالته الكثير كتبه وقال وتحدثه عما قالته وبعضهم أخذ يقسم هل قذب المية قالت عن المصالح الأمريكية وأكثر منها تحدثت عن المصالح العراقية لكن أقول أن بإمكان الدولة العراقية بمساطة أن تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه السفيرة المقترحة غير مرغوب بها التصريحات في وسائل الإعلام شكيل وهي تصريحة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ شكل آخر لأنها إن حصلت على الموافقة وعيوينة السفيرة مفوضة كاملة الصلاحيات فبالتأكيد سيدخل العراق وتدخل المنطقة برمتها في مرحلة مختلفة قليلا عما هي عليه الآن نستطيع أن نقول إنها مرحلة إعلان حرب خصوصا وأنه هذه الأيام الأمريكان يركزون وقول يركزون ليس جديدا على الحديث عما يسمونه بمواجهة النفوذ الخبيث لإيران هي تقول تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة النفوذ الخبيث بين قوسين لإيران الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب استهماري إذا نعقبالك هاي الزوها دي فلسطين وشوف من هي الدولة الراعية للإرهاب أليست هي الولايات المتحدة بدفاعها وصمتها وسكوتها وتأمينها لكل وسائل الإرهاب والقتل الجماعي لهذا الكيان الصهيوني وتغطيتها تغطيت الولايات المتحدة لكل ما يقوم به الكيان الصهيوني بعد تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة النفوذ الخبيث لإيران الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب وبإضعاف وتعطيل قدرة الميليشيات المتحالفة مع إيران على شن هجمات ضد الأفراد والمنشآت والمصالح الأمريكية يعني بما أن هناك تفويضان لا يزالان ساريين من الكونغرس الأمريكي لأي رئيس تمثله هذه السفيرة المقترحة والتفويضان يسمحان للرئيس بأن يفعل ما تقول وقالته هذه السفيرة المقترحة يعني حماية الأفراد والمصالح الأمريكية طيب الموقف الباغت للحكومة العراقية أنا شفت في تضخيم طبعا تضخيم في وسائل الإعلام لموقف مثلا المستشار الأمني لرئيس الوزراء على إكس شنو على إكس مثل موضوع القوات الأمريكية الأمريكان يقولون البنتاجون يصرح السنتكوم تصعى لنن تصرح لا توجد مفاوضات حول إخراج القوات الأمريكية من العراق وإخواننا يجون يصرحون وين في وسائل الإعلام تصرح نعم نحن نقول هناك يجب أن تكون جهود حثيثة طبعا هناك أيضا تباين في الآراء عندك الأكراد السلطة بشكل وسنة السلطة بشكل فيما يتعلق به حكومة إدارة الدولة اختلاف موجود نعم نعم هذا كل صحيح لكن من حق أي دولة في العالم يا أخوان اقبالكم الكويت موهو احنا شي يقولون يا بأنتو الولايات المتحدة الأمريكية التي أسقطت نظام صدام أوكي أسقطت نظام صدام بعد أن جعلته المعارضة العراقية ضعيفا هذا النظام خاويا من دول قاعدة شعبية فليش تواجه الأمريكان زي من اللي حرر الكويت من غزو صدام للكويت من الولايات المتحدة الأمريكية الباحش في التغريدة لأحد القادة الكبار لعله الأمير في دولة الكويت يبارك الذكرى المئوية لولادة جورج بوش الأب يعني يشعرونه بالفخر وبالاعتزاز لأن الولايات المتحدة وبالفضل لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني حررت بلادهم هذا صحيح لكن نفس هؤلاء هذه الكويت طلبت من الإدارة الأمريكية طرد السفيرة الأمريكية الحالية في العراق ألينا رومانوفسكي عندما كانت سفيرة في الكويت وتلعب شاط باطي وتتدخل في شؤون داخلي في مسألة القبيلة حتى في موضوع القيم وتحضر ديوانيات طالبوا تبديلها وتغييرها فجاءوا بها إلى العراق على كل أمريكا ستحاول في الفترة المقبلة إيجاد أزمات في داخل العراق والكيان الصهيوني والولايات المتحدة ستعمدان معا إلى شن عمليات تطال مقرات الحاشد الشعبي لقادة المقاومة وهذه المرة الولايات المتحدة لن تعلن عن مثل هذه العملات حتى لا تحرج الحكومة العراقية والكثير من الأمور التي يمكننا أن نتحدث عنها لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى علنا الإرهاب الرسمي ضد العراق في الوقت الحاضر من خلال هذه التصريحات والمطلوب ببساطة بكل بساطة ونحن يجب أن ندعم هذا الموقف هو أن يقولولهم يا ولايات المتحدة السعر لقل هذه التصريحات تحرجنا مع شعبنا ونحن لا نستطيع أن نستمر بعلاقات بهذا الشكل في ظل مثل هذه التصريحات وشوفوا الواشنطن بوست قبل كم يوم نشر التقرير مفصل حول ما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالمطاعم التي تسمى بمطاعب كونتاكي فرايد شيكن وغيرها من الشركات الأمريكية احتجاجا على حرب غزة أبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر الحرب على حزب الله لو وقعت طبعا العنوان الأفضل بس هذا يعني لكي أبدأ به هو الحرب إذا توسعت لأنه الكيان الصهيوني هو لا يريد فقط أن يشن الحرب على حزب الله لبنان المقاومة في لبنان يقودها حزب الله لبنان لكن بعد هذه الأشهر الأكثر من حوالي تسعة أشهر من طفان الأقصى وممارسة حزب الله لبنان الصبر الصبر الاستراتيجي تكشف لنا وتؤكد لنا أن كل الذرائع التي قد يتحجج بها الكيان الصهيوني لشن حرب واسعة على لبنان تقريبا سلبت يعني ما عاد هذا الكيان الصهيوني يمتلك أي مبرر أي مبرر فيما يتعلق بشن حرب على لبنان مهما كان الذرائعه السابقة سحب البساط من تحت أقدام هذا الكيان هو عندنا معضلة كبيرة غير ذلك احنا لاحظنا هناك حوامل ومعادلات جديدة بدأت ترسم في المنطقة من هذه المعادلات هو بروز المقاومة العراقية بشكل لافت مع الأنصار الله في لبنان وتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف الكيان الصهيوني في داخل فلسطين المحتلة وتصعيد اللخج أيضا مؤخرا بين أنصار الله بين اليمن صنعاء تحديدا وبين المملكة العربية السعودية وأطراف أخرى في المنطقة فيما لو توسعت هذه الحرب وأيضا بروز دور لافت ومهم وخطير للأردن الأردن ولاحظنا ذلك في أولا الخط البري الذي تم مده من الإمارات إلى السعودية فالأردن فالكيان الصهيوني لدعم الكيان الصهيوني وأيضا وأيضا الدورة الذي قامت به قام به الأردن في عمليات الوعد الصادق التي نفذتها إيران لتأديب الكيان الصهيوني بعد عدوانه السافر على القنصلية الإيرانية في دمشق وبرز الأردن محامي عن الكيان الصهيوني اللقيق محامي مدافع يستقتل في سبيل بقاء هذا الكيان وإنقاذه وطبعا هناك أيضا برز موقف من قبل فصائل في المقاومة لدعم المقاومة في الأردن وأولا تعطيل هذا الخط البري اللي هدفه واضح الالتفاف على عمليات أنصار الله فيما يتعلق بالبحر الأحمر وبحر العرب وقضية باب البندب وهناك مشاريع أخرى يراد لها أن تتوم للالتفاف على ما يمكن أن تقوم به الجمهورية الإسلامية في مضيق هربوس انتبهوا جيدا الدول في المنطقة تقوم لتفتيت لتفتيت وكرر قدرة المقاومة إيران والمقاومة وطبعا حزب الله لبنان وعموم الأنصار الله وغيرهم من المقاومين فيما يتعلق ب فيما لو ماذا لو فيما لو شنت الحرب على لبنان حتى هذه اللحظة يعني حتى إعداد هذا التقرير أو هذا المحور وأنا أحدثكم الكيان الصيوني رغم كل هذه العفرة التي يبارسها أقطابه الفعليون حتى بعد حل مجلس الحرب ولبنان لا يريدان على الإطلاق أن ينتهي بهم الأمر إلى الحرب نعم القتال يتصعد لكن الرسائل التي يحاول كل طرف إيصالها هو أنه لا يريد تصعيدا مباشرا شاملا لأنهم يعرفون إن وقع الأمر فعلي وعلى أعدائي هذا شعار يفهمه الأمريكان بشكل جيد يفهمون جيدا البنتاجون يعترف بأنه خلال الأسابيع الماضية أنفق مليار دولار مليار دولار في حملة بحرية غير مستدامة ضد اليمن هذا عنوان الول ستريت جورنال الأمريكية يقول تهاجم القوات اليمنية السفن التجارية بين قوسيا الإسرائيلية والمدمرات البحرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ردا على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بين قوسيا إسرائيل على الفلسطينيين في غزة يقول الجيش الأمريكي أنه أنفق حوالي مليار دولار خسارة في حملة غير مستدامة لمحاربة القوات المسلحة اليمنية التي يقودها أنصار الله في البحر الأحمر حسب ما ذكرت صحيفة ستريت جورنال في الخامس عشر من شهر يونيو حزيران الحالي شوفوا هذه أحد الباحثات إيميلي هاردينغ من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن تنقل عنها الولد ستريت جورنال تقول عن أنصار الله إن إمداداتهم من الأسلحة من إيران رخيصة ومستدامة للغاية مستمرة لكن إمداداتنا باهظة الثمن لكن إمداداتنا باهظة الثمن وسلاسل التوريد لدينا معطلة طرق أمسيت لغاية إخواننا في أنصار الله وضيولنا اللوجستية يعني خطوطنا اللوجستية طويلة هذا كل يكلف فلوس بالإضافة لأنه أيضا يعرضها للأخطار نحن نلعب لعبة الضرب بالخلد وهم يلعبون لعبة طويلة الأمد نحن نلعب لعبة سريعة بالينصيب وهم يلعبون لعبة طويلة الأمد على أي حال عندما نقول بأن هناك تغيير أيضا في المعادلة الجيوسياسية في المنطقة قلت لكم في المحور الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تموضع القوة الأمريكية ضد إيران في القواعد الأمريكية الموجودة على أراضيها وهذا بالمناسبة تقرير مفصل نشر في صحيفة حتى صحيفة إسرائيلية وصحيفة أمريكية وصحيفة روسية نقلته أيضا صحف كثيرة تعني هل سأل عندي هذه المصادر وأيضا تشير البحرين كما ذكرنا وهي رسول آخر لاتفاقات إبراهيم فيما يتعلق بالتطبيع إلى اهتمامها بالتطبيع مع إيران على الرغم من الاتهامات السابقة التي توجهها البحرين ضد طهران بالتحريض على ما تسميه بالاضطرابات بين النظام وبين السكان للأغلبية الشيعية وهناك طلب أقول طلب من الدول العربية بمنع تحليق الطائرات الأمريكية بما يثير غضب الجمهورية الإسلامية مما يعقد تصرفات واشنطن ضد القوات يعني قوات المقاومة المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية في إيران وكما تكتب وسائل الإعلام الغربية فإن بيت القصيد هو أن الدول التي تسعى جاهدة لنزع فتيل التوترات في العلاقة مع طهران لا تريد السماح بالتصعيد بسبب التصرفات الأمريكية وهذه التفاصيل كتبت في مقالة إزفيستيا نشرتها صحيفة إزفيستيا الروسية طبعا نقلا عن معاهد ومراكز أبحاث أمريكية فعموما صحيفة بوليتيكيو على سبيل المثال الأمريكية نقلت عن الإماراتيين طلبهم من الأمريكان أن لا يثيروا غضب إيران عن طريق استخدام قواعدهم في الإمارات وهذا هذا يفهم جيدا وأخيرا حتى هذا المبعوث الصهي أمريكي الذي ذغب إلى الفلسطين المحتلة وإلى لبنان بذريعة أنه يسعى إلى تجنب حرب أكبر على حدود لبنان وفلسطين حتى هذا الموضوع أيضا وإن كان هو جزء من الحرب النفسية التي يمارسها الرئيس الأمريكي حاليا الطامح إلى تحقيق مكاسب في الانتخابات الرئاسية وحتى رغم كل ما قيل بأن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي لا يريدان أن ينخرط في حرب تشنها يشنها الكيان الصهيوني على لبنان أقول رغم أنني لا أصدق بذلك على الإطلاق وأقول ربما ربما في حالة واحدة إذا ارتكب الكيان الصهيوني مثل هذه الحماقة فإن الولايات المتحدة لن تتركه لوحده بما يجعل الولايات المتحدة وحلفاءها وكرر رغم كل أي القيود المفروضة أو المطلوب من الولايات المتحدة في المنطقة كلهم سيكونون عرضة لانتقام تحالف قوي بين المقاومة العراقية وبين أنصار الله في عمليات مشتركة سنراها وستغير الكثير من الجغرافية السياسية في المنطقة صدقوني أنا لا أريد أن أكشف عن بعض الأسرار التي أعرفها لكن يكفي أن نرى ما بثه حزب الله قبل أيام من فيديو باسم الهدهد واحد وعن الأهداف الأهداف أكرر الأهداف التي يمكن فقط لحزب الله أن يطالها داخل الكيان الصهيوني أعود وأقول لا لا أن أهدافاً أخرى ستكون عرضة لضربات المقاومة في أماكن أخرى وأن تغييرات في الجيو السياسي في المنطقة وحتى فيها من ضمنها حزب الله وفي العراق تحديداً وأقول لا أريد أن أفصح عن الكثير مما أملكه بالمعلومات هناك خارطة جيو السياسية جديد ستتشكل وغي بالتأكيد ليست بصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا بصالح الكيان الصهيوني لكن نقول الحرب إن وقعت نحن لا نريدها لكن إذا وقعت فهذا الميدان يحميدان في المنطقة في المنطقة لماذا الانتخابات الرئاسية الإيرانية تهمنا ببساطة وكما لاحظنا في المحور الأول فيما يتعلق بدور السفارة الأمريكية في العراق والمرحلة المقبلة التي يمكن أن تكون تضج بالمفاجآت وبالأزمات المفتعلة من قبل الإدارة الأمريكية لأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تنظر إلى إيران بأنها كما قلنا دولة كما تقول السفيرة الأمريكية الدولة الرائدة في قيادة الإرهاب الذي يجب أن ينسب هذا الأمر للولايات المتحدة الأمريكية ولأن إيران تحتل مكانة كبيرة في جدول أعمال أي رئيس أمريكي هذا طبعا منذ انتصار الثورة الإسلامية وتغيير المقاييس والمعايير في العالم بعد مجيء الإمام الخميني وانتصار الثورة وسقوط نظام الشاه وخروج إيران من معادلة القوى في غير صالح المعسكر الأمريكي الغربي وأن هناك أيضا التعامل مع التحديات التي تفرضها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة فيما يتعلق بما يسمونه بطموحاتها النووية ونفوذها الإقليمي موضوع الطموحات النووية وهو قد تأكد لدى القاصي والداني أنها سلمية وعرفوا خاصة بعد أن أبرمت إيران ما سمي بالاتفاق النووي مع الدول خمسة زائد واحد وكشفت مواقعها النووية وأكدت أنها تريد بالفعل برنامجا نوويا سلميا للأغراض السلمية مع ملاحظة فقط أذكركم بأن الأول مفاعل نووي يعني شون اتجهت إيران نحو المفاعل أو نحو البرنامج النووي للأغراض السلمية توجهت منذ عهد الشاه ليس بعد قيام الثورة الإسلامية وأول مفاعل أغدية للولايات المتحدة الأمريكية لأغراض الطبية أغدية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فعلى هذا الأساس هذه الأمور تعد حاليا من المؤضلات الكبيرة أمنيا على الأقل فيما يتعلق بالعلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وما ستواجهه أيضا الإدارة الأمريكية المقبلة فيما يتعلق بالموقف من إيران وتداعيات كل ذلك علينا في العراق لأسباب كثيرة واحدة منها أولا أننا هذا الجوار الجغرافي الكبير 1560 كم بين وبين الإيرانيين وطبعا العلاقات التعريخية والأضرحة والكثير من العلاقات ومشاركة الإيرانيين الفعالة وكرر الفعالة شاء من شاء وأبى من أبى في تحرير الأماكن التي سقطت بيد التنظيم الإرهابي وتعزيز قدرات إيران الدفاعية أمام الإرهاب الذي وجهته وقادته الولايات البتحدة الأمريكية هسا هم نحتاج بعد دائما نكرر منه أنشاء هذا التنظيم الإرهابي مو نفسهم يعترفون مو هو ترامب وهيلاري كلينتون يقولون يقولون هناك مراكز على فكرة مراكز أبحاث كثيرة حتى في ألمانيا اللي هي حليفة للولايات المتحدة خرجت بدراسات معمقة مفصلة عن أن هذا التنظيم الإرهابي نعم وقود مسلمين ومعظمهم عراقيين والشرعيين من السعودية هذول اللي على أساس يصدرون الفتاوى بس الكيان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كان لهم الدور الأكبر في تأسيس هذا التنظيم الإرهابي وبالمناسبة يعني شوفوا الذريعة ذريعة بقاء القوات الأمريكية في علاقات ثنائية كما تقول جيكوبسون هو يعني الاستمرار في الحرب على هذا التنظيم من أرهابي طيب في نفس الوقت تريدون يصفون أو ينهون الحجد الشعبي زينم الحجد الشعبي شو نتأسس أصلا ليش إجر الحجد الشعبي ويتأسس لو لم يكن هناك تنظيم أرهابي يحتل أكثر من ثلث العراق أكثر من ثلث العراق لما تأسس هذا الحشد بالفتوى المباركة من القائد الإمام سماحة الإمام علي السستاني حفظه الله تعالى فعلى يتحال طيلة الحملات الانتخابية اللي جاي تشوفوها انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في إيران تبرز هذه العلاقة يعني كيف تواجه إيران التحديات الأمريكية وكيف يواجه الأمريكان واشنطن كيف تواجه تحديات إيران حتى في بعض الشعارات بالنسبة للأمريكان وأقول هذا طبعا واضح الآن تجلى كما في المحور الأول تداعيات ذلك على العراق يعني بعض الشعارات التي يعني بعضها تدعو إلى الفكاهة يطالبون بقصف إيران مرشحين أمريكيين وبينما آخرون خصوصا من الديمقراطيين يطالبون بلقاء القادة الإيرانيين بشكل عام لاحظتم في الفترة الأخيرة تمكنت الجمهورية الإسلامية في العهد الرئيس الراحل السيد إبراهيم رئيسي من كسر معادلة التوجه نحو الغرب أو التوجه نحو الشرق وجعل العلاقة الإيرانية مع دول أخرى في المنطقة في العالم مثل روسيا مثل الصين علاقات متكافئة متوازنة وفي نفس الوقت لم تمانع الإدارة الإيرانية من فتح خوار غير مباشر مع الإدارة الأمريكية لكنها خلال فترة الانتخابات لا لاحظت في الشعارات نعم يعني حتى في المناظرات التي حصلت وخصوصا المناظرة التي ركزت على الوضع الاقتصادي كان الحديث هو للناخب الإيراني عما يعانيه الوضع الاقتصادي لكن حتى من ضمن الشعارات التي لفتت الانتباه أنه لا يمكن حل المؤضلة الاقتصادية اقتصاديا في إيران يعني شنو يعني سياسيا يعني شنو يعني بنزع فتيل التوتر في علاقات إيران الدولية تحديدا لكن هذا مع وجود مثل هذه الصلافة من الإدارة الأمريكية وكما سأحدثكم في المحور الثالث محاولات رفع وتيرة الحرب التي يشنها هذا الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة لكي تتسع دائرتها أقول مع كل ذلك يعني لاحظت بعض الشعارات هو أنه لا الإيرانيون يريدون رئيسا يلجم الرئيس الأمريكي المقبل والكيان الصهيوني ويجلسون في مكانهم أي رئيس أمريكي هذا لا يهم هم يفترضون الأقصى الضغط الذي كان وعد به ومارسه الرئيس الأمريكي السابق عن ذاك ترامب سياسة الضغط الأقصى أو أقصى أو الضغوط القصوى التي لم تحصل على نتيجة وطلعت إيران دولة اقتصادية قوية نعم هناك مشاكل اقتصادية بسبب الحضر والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية لكن في نفس الوقت في نفس الوقت تمكنت إيران من تقليل الاعتماد فيما يتعلق بميزانياتها على النفط ومن هنا أنا أدعو أيضا الأخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية إلى أن يصل اعتماد الميزانية الإيرانية فيما يتعلق بواردات النفط ومشتقات النفط إلى الصفر إلى الصفر عند ذلك تستطيع إيران أن تواجه أي رئيس أمريكي مقبل إذا أراد أن يفرض أكبر عدد ممكن من العقوبات على إيران يجعل هذا السلاح يجعل هذا السلاح خاويا ولا يحقق أي شيء أقول المهم هناك تحدي كبير يواجه الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالصلة بينها وبين محور المقاومة وكيف تواجه هذا التحدي الذي تحدثنا عنه فيما يتعلق بالمحور الأول وما سماه الرئيس إبراهيم رئيسي بالمقاومة العقلانية يعني الواقع الجيوستراتيجي الحالي يجعل هذا الكيان الصهيوني محاصر ويجعل الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على تقديم ما تتمكن من دعمه لكي يواصل سياساته العدائية التوسعية بسبب حالة المقاومة العقلانية لكن هذه المقاومة العقلانية يعني عن طريق استخدام طبعا القوة الناعمة لإيران وعن طريق الاستمرار في دعم محور المقاومة بطرق مختلفة للتأثير على المشهد الجيو السياسي في المنطقة تحديدا أقول سوف يظل مسار المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سلطنة عمان حتى بعد استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي تحت المراقبة يعني حتى بعد وفاة رئيسي ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبداللهيان لكن في نفس الوقت سيواصل الإيرانيون إرسال رسائل واضحة واضحة تماما بأن ما جرى في عملية الوعد الصادق وحتى في طوفان الأقصى الذي ليست لإيران به علاقة مباشرة ما هو إلا بروفا وهذه البروفا أحبائي تعني أن الحرب إذا اندلعت في المنطقة وإن لم تتدخل بها إيران مباشرة أقول كما وعدت في السابق لكنها يمكن أن تعم ولن يسلم منها أحد أبدا في المنطقة ونسأ أحدثكم في المحور الثالث عن موضوع كيف أنه لن يسلم أحد من الدول في المنطقة تحديدا وشوفنا كيف بعض الدول طلبت يعني مثل دولة الإمارات سأقول ذلك في المحور الثالث كيف طلبت من الإدارة الأمريكية أن تموضع قواتها وأن فرضت عليها بعض القيود فيما يتعلق بتحركها كي لا تستشيط أو تثير غضب إيران وفي نفس الوقت هناك يعني بعض الدول الأخرى في المنطقة مثل البحرين التي تقوم بدور بارز لصالح الكيان الصهيوني الآن هي يعني ترسل إشارات مباشرة وغير مباشرة ووسطا مثل الرئيس بوتين لكي تعيد العلاقات الدبلوماسية مباشرة مع إيران وإيران مكثير مستعجلة لأسباب كثيرة نتحدث عنها لاحقا ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة